يعني لا زال النازحون ينتقلون من المناطق التي يعيشون فيها وهي المناطق الخطرة حيث المعارك والقتال ما بين جيشين الروسي والأوكراني من حيث التوغل الأوكراني في الأراضي الروسية ينتقلون إلى كورسك هنا ومن ثم بعد ذلك يتم توزيعهم خلال يومين أو ثلاثة نحن الآن في أحد المخيمات طبعا لا بد من الإشارة إلى أن أكثر من 120 ألف نازح من ضواحي كورسك وصلوا إلى هذه النقاط الرئيسية المآوي للمهاجرين إذا صحت التسمية أو النازحين وصلت يعني أعداد كبيرة إلى هنا ومن ثم يتم توزيعهم هنا أيضا تصل المساعدات باستمرار ربما يجدر بالذكر نستضيف أحد الضيوف هنا سيد شاميل هنا يعني عضو في البرلمان الروسي السيد شاميل أحمد السيد وهو قدم ومعه بعض المساعدات من داكستان للاجئين الأوكراني عفوا اللاجئين الروس في كورسك سيد شاميل أحمدنا سيد شاميل أحمدنا للماذا أنتم هنا؟ وإنه يمتلكون ولهما يجب أن نجلبها ل3000 منطقة لسيطة همية في صفحة البيت يقول سيد شاميل بأنه عضو في البلرومان ممثلا عن داكستان وهو حضرا ومعهو معونات إنسانية منها الأغذية ومنها كثير من المساعدات هم يجهزون الآن الغداء لثلاثة ألاف شخص لإطعامهم في هذا المكان رسوليتي كاميرا تودا بجاوستا جديا يدا بنمشك وماذا تقولون لنا أيضا - يقولون كاميرا بجاوستان الثاني نحن يملكون من الجمهن يجب recommendواء يجب أن تكون لإضافة لكي تسمى لئك هذا الجوزت من أجل الدمتع والدتقارة الدمحة الق Lubachانบ 이번 قدم حكول الجزيرة المنزل بحكولة دكتان نعم نعم مدعم النياقع نعمل شئيس ويشاركا فديما اقول ان هذه المساعدات من السؤالين في البرلمان الدخيستان ويشعورون وانهم يشعرون انهم من أبناء الاتحاد الروسية ويجب عليهم دعم العماليية العسكريية ويقمي الحديث بكاريد نعم 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 وحفظ نعم وشخص نعم وعفظ نعم وشخص وناس وعندما ومن جسد نعم نعم ونان ون vesجد نعم وشخص وما نعم نعم أنهم نعم 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 الرئيس الروسي فلاديمر بوتين يقول بأنهم يدعمون قرارات الرئيس الروسي فلاديمر بوتين في العملية العسكرية وهم يشعرون مع إخوتهم في الوطن الاتحاد الروسي أنا لا أعلم رائد إن كان بالإمكان تتجول بالكاميرا في هذه المنطقة من حولك بعد أن استمعنا طبعا إلى ضيفك العضو في البرلمان الروسي نشاهد هذه الخيام وهذه المنطقة طبعا هذا الرصد من موفد العربية المشاهدين لأوضاع النازحين من مدينة كورسك الروسية المدينة طبعا يعني التي تشهد معارك ضارية حتى الآن أوكرانيا كانت قد أعلنت أنها تسيطر على ألف كيلو متر مربع تقريبا من هذه المنطقة داخل الحدود الروسية تشرح لنا الوضع أكثر على الأرض رائد إن كنت تسمعوني بالفعل هذه المنطقة هي تضم النازحين من مناطق المعارك في هذه النقطة تحديدا 156 نازح لكن هناك نقاط كثيرة منتشرة في العاصمة كورسك في قلب المدينة تصل نكرر أن أعداد النازحين وصلت إلى 120 ألف نازح منهم 20 لا زالوا في كورسك 120 ألف لا زالوا في كورسك و100 ألف انتشروا إلى المقاطعات الأخرى ومنها موسكو العاصمة موسكو هناك أعداد كبيرة لا زالت تنزح اليوم تم نقل باصين مركبتين كبيرتين إلى فارونج من هذا المكان المعونات تصل من جميع المقاطعات إلى كورسك ويتم توزيعها إلى النازحين نحن عملنا مقابلات لقناة العربية مع النازحين ودخلنا إلى خيامهم سيبث ذلك في تقرير لاحق نايف الأوضاع صعبة منهم من ترك أبنائه منهم من فقد ذويه منهم من ترك بيته منهم من لديه حيوانات وتركها هناك منهم من عاش في الأقبية ستة أيام وسبعة أيام دون غذاء قصص كثيرة الصورة يعني ربما تقول لنا ذلك أن هناك الكثير من القصص في هذه الخيام والنازحين بداخلها أشكرك جزير شكر من كورسك مراسل العربية رائد الأخبر على كل هذه المعلومات